موسيقى سهل الخير و اهلا بحضراتكم في حلقة بداية الاسبوع من المواجهة النهاردة عندنا مواجهتين بيغلب عليهم الطابع الافريقي بحكم متابعتنا لفعاليات الدورة العادية الثالثة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي واللي هتعقد غدا وبعد غد ان شاء الله في العاصمة الاثيوبية قديسة بابا بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسي في الفقرة الاولى هنتكلم عن اهمية هذه القمة و ايه الملفات المطروحة فيها واهم رسائل الرئيس السيسي خلالها ضيفي في المواجهة دي هيكون اللوى محمد عبدالواحد خبير الامن القومي والشؤون الافريقية اما المواجهة التانية فهيكون ضيفي فيها كالعادة كل يوم سبت الكاتب الصحفي الكبير الاستاذ عبدالحليم انديل وانا توقف معاه امام اهم محطات العلاقات المصرية الافريقية من 2014 وحتى الان وكيف نجحت مصر خلال رئاستها الاتحاد الافريقي في التعبير عن اهمية ومكانة القارة الصمراء امام العديد من المنتديات والمؤتمرات الدولية مما جعل مختلف القوى بتتنافس على الشراكة مع افريقيا ومنها الولايات المتحدة الامريكية روسيا الصين اليابان ثم فرنسا ايضا والمانيا وأخيرا بريطانيا لكن الاول خلونا نتابع معاكم اهم الاخبار وبعد كده نروح لمواجهتنا النهاردة نبدأ اخبارنا النهاردة من نشاط السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي الرئيس شارك اليوم في قمة منتدى رؤساء الدول وحكومات الالية الافريقية لمراجعة النظراء بالعاصمة الاثيوبية أديسة بابا وده ضمن مشاركته في قمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الافريقي في دورته العادية الثالثة والثلاثين واللي ستعقد على مدار غدا وبعد غد والتي من المقرر أن تشهد تسليم الرئيس السيسي رئاسة الاتحاد الافريقي إلى دولة جنوب افريقيا بحضور الرئيس الجنوب افريقي وقال السفير بسام رادي المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن نشاط الرئيس في أديسة بابا يتضمن المشاركة في قمة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا وكذلك اجتماع الالية الرئاسية المعنية بقضية الصحراء الغربية فضلا عن قمة منتدى رؤساء الدول وحكومات الالية الافريقية لمراجعة النظراء كمان سيعقد الرئيس على هامش القمة الافريقية عدد من اللقاءات الثنائية مع رؤساء وقادة أفريقة وشخصيات دولية مشاركة في القمة خلونا نشوف فيديو وصول الرئيس ونرجع نكمل محاضراتكم غادر السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية رئيس الاتحاد الافريقي أرض الوطن متوجها إلى العاصمة الاثيوبية أديس أبابا للمشاركة في قمة رؤساء الدول وحكومات الاتحاد الافريقي في دورتها العادية الثالثة والثلاثين وعدد وصول سيارته أجرية مرسم رستقبل الرسمية اشتركوا في القمة اشتركوا في القمة ومعاكم متابعة نشاط السيد الرئيس السيسي في إثيوبيا الرئيس جدد خلال كلمته بقمة منتدى رؤساء دول وحكومات الالية الافريقية لمراجعة النظراء جدد دعوته لكافة الدول الأعضاء بالاتحاد الافريقي للانضمام للالية الافريقية لمراجعة النظراء والمساهمة فيها بفعالية لتعمقها وإثراءها ولفتح أفاق جديدة للاستفادة من خبرتنا المتركمة على المستوى الوطني وتطبقها على مستوى القارة بما يسرع من تنفيذ أجندتنا التنموية 2063 وأهداف التنمية المستدامة 2030 وأكد الرئيس السيسي دعم مصر الكامل لعمل الالية وسكارتريتها وثقته في حرص الدول الأعضاء على مسندة عمل الالية لتمكنها من إتمام الدور المنوط لها بما يحقق الرخاء والتنمية الشاملة لسه مع نشاط السيد الرئيس السيسي في إثيوبيا الرئيس شارك كمان في جلسة مجلس السلم والأمن الافريقي حول ليبيا والساحل وألقى كلمة أكد فيها أنه لن يكون هناك استقرار أمني في ليبيا إلا إذا تم إيجاد وسيلة تسوية سلمية للأزمة تقضي على حالة التهميش لبعض المناطق الليبية وتتيح التوزيع العادل لعوائد الثروة وكذلك السلطة وتسمح بإعادة بناء مؤسسات دولة في ليبيا تكون قادرة على الاطلاع بمسؤوليتها تجاه مواطنيها فضلا عن دورها ومسؤوليتها في ضبط حدودها لحفظ أمن ليبيا والحيلولة دون تهديد أمن دول جوارها انطلاقا من أراضيها وتبع قائلا من المؤسس أن التوافق الدولي الذي رأيناه في برلين قد تم انتهاكه من قبل الأطراف الإقليمية المعروفة والتي لم تتوقف عن خرق حذر توريد السلاح ولم تتوقف عن جلب آلاف المرتزقة من آلات القتل البشرية وبنسبة الحديث عن ليبيا والدور المصري لحل هذه القضية خلونا نشوف تصريحات وزير الخارجية المصري سامح شكري لزميلتنا دينا سالم مفادة أكسترا نيوز لإثيوبيا وحديثه حول الجهود المفذولة في حل الأزمة الليبية وانتخاب مصر بأغلبية ساحقة لعضوية مجلس السلم والأمن الإفريقي نشوف التصريحات ونرجع نكمل عطفا على جهودكم السابقة في برلين كنتم عرضتم تسوية شاملة للأزمة الليبية تتضمن ثلاثة مسارات تعزيز جهود محاربة الإرهاب ووقف مظاهر الفوضى وأيضا التصدي لظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أي مدى يمكن تحقيق هذه التسوية من وجهة نظري؟ طبعا متوقفة في المقام الأول على الأشقاء في ليبيا وقدرتهم على التوصل إلى توافق وتفاهم للانتهاء مرحلة الصراع القضاء على الإرهاب تدعيم المؤسسات الوطنية الشرعية واتلاحها بمسؤوليتها طبعا المصار الأممي اللي بيرعى الحوار الليبي الليبي وأيضا الجهود اللي بتبزل تقريب وجهة النظر من خلال مصار برلين والمصارات الأخرى بالتأكيد أن الاتحاد الأفريقي أيضا النهاردة مجلس السلم والأمن بيعقد قمة لتناول قضية ليبيا ويشارك فيها السيد الرئيس لمرة أخرى التأكيد على محددات الموقف المصري ولكن أيضا لتفعيل دور للاتحاد الأفريقي في إطار حل الأزمة وضرورة أن يكون طرف مواتي يؤتي بدفع جديد لتسوية فيما بين الأشقاء في ليبيا ماذا عن انتخاب مصر بأغلبية ساحقة لعضوية مجلس السلم والأمن وسيكون هذا لمدة سنتين إلى أي مدى سيسهل هذا من جهودكم الدبلوماسية لحل الأزمات المختلفة وعلى رأسها الأزمة الليبية مصر دائما كانت حريصة على المشاركة في مجلس السلم والأمن وكان دائما دورها دور مقدر ومن ثم هناك ثقة في أن دور مصر وممارستها من خلال مجلس السلم والأمن طالما كانت لإرساء المبادئ الخاصة بالحلول الأفريقية للمشاكل الأفريقية والعمل على إيجاد الحلول السلمية للصراعات ودفع الجهود لتسوية هذه الصراعات من خلال الأليات الأفريقية ودعم أيضا للأليات الدولية ستستمر دور مصر وأفتكر أن النتيجة هي مرة أخرى تبرهن على الثقة لتضحى الأشقاء الأفريقية للدور المصري في أجهزة الاتحاد الأفريقي تحدثتم في كلماتكم الافتتاحية لاجتماعات المجلس التنفيذي عن ضرورة حجد الموارد المالية لصندوق السلام يعني ما آخر الجهود الخاصة بهذا الشأن وإلى أين وصل تمويل هذا الصندوق حتى الآن السندوق طبعا من الأليات المهمة التي تمكن من اطلاع الاتحاد الأفريقي بدوره في حفظه السلام وتحقيق الاستقرار بالتأكيد هناك ضغوط كثيرة على الأجهزة التمويلية المرتبطة بالاتحاد هناك أيضا بعد اختلاف الرؤى فيما يتعلق بتطبيق القرار المنشئ للسندوق وأسلوب تمويله نتعشى من تكون المشاورات أدت إلى تقريب وجهات النظر ويستقر المساهمات المالية من قبل كافة الأعضاء ونروح للاقتصاد المصري واللي بيحقق نجاحات يوم عن الثاني النهاردة المركز الإعلامي لمجلس الوزراء راشر إنفو جراف كشف من خلاله عن تراجع معدلات التضخم إلى مستويات منخفضة خلال الأونة الأخيرة ونجاح متوسط معدل التضخم لعام 2019 في تحقيق رقم أحادي يقدر بـ 9.2% وده لأول مرة من 6 سنوات نشوف الإنفو جراف اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة دعونا نشوف هذا الإنفو جراف عن اتخاذ اردوغان للدين ستارة لتنفيذ جرائمه اشتركوا في القناة 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 من القناة اشتركوا في 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 القناة التي بلغت اشتركوا في القناة 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 بالقرب من قصر عبدين حيث كان يعمل والدها مهندساً زراعياً ومشرفاً على أراضي الخاصة الملكية اكتشفها المخرج أحمد بدرخان وقامت بأداء دور صغير في فيلم أزهار وأشواك عام 1947 ثم رشحها بدرخان لحلم رفلة لتقوم بدور البطولة أمام محمد فوزي في فيلم العقل في أجزة حققت نجاحات متتالية للمنتج أنور وجدي في أفلام ليلة العيد وللت الحنة وحققت نجاحاً ثنائياً مع كل من كمال الشناوي وعماد حمدي في أفلام حمامة السلام وعدل السماء وساعة الألبك وأقوى من الحب وإرحم حبي كان فيلم المرأة المجهولة لمحمود ذو الفقار من أهم الأفلام التي أثبتت قدرتها العالية على تكسيد كافة الأدوار ليعد نقلة في حياتها ثلتها نقلة أخرى من خلال أفلامها مع صلاح ذو الفقار والتي أخرجت طاقتها الكوميدية في أفلام ميراتي مدير عام وكرامة زوجتي وعفريت ميراتي وأغلى من حياتي أحد روائع السينما الرومانسية ندق أداء شديا في أفلام مخوذة عن رواية الكاتب العالمي نجيب محفوظ هي اللص والكلاب زؤاء المدأ الطريق وميرامار الإنسان لما يشوف الوحش حيكتشف لوحده إيه هو الكويس ما تخافش علي يا أستاذ عمر ما ترجع إلى بلد يا زهرة أرجع تالي لا وزاد ندقها الفني في أفلام شيء من الخوف ونحن لا نزرع الشوق وتوالت أعمالها إلى انختتمت مسيرتها الفنية بفيلم لا تسألني من أنا عام 1984 لتجاوز رصيدها من الأفلام 110 أفلام وفي تجربتها الأولى والوحيدة على خشبة المصرح قدمت شديا مسرحية ريا ويسكينا مع سهيري البابلي وعبد المنع مدبولي واحسن كمال وبهجة أمر والغريب أنها كانت متألقة وكأنها ممثلة مسرح مخضرمة لتجذب الجماهير مع فريق العمل لمدة ثلاث سنوات مع بلوغها عامها الخمسين اعتزلت شديا العمل الفني والأضواء تاركة رصيدا ثمينا من الأعمال الفنية ليشهد لها النقاد بأنها أهم فنانة شاملة ظهرت في تاريخ السلم العربية سعر خير وإهلا بحضرتكم مرة تانية في الموجهة دي هنتكلم عن فعاليات الدورة العادية الثلثة والثلاثين لقمة رؤساء الدول والحكومات للاتحاد الإفريقي والي بتعقد يوم تسعة وعشة فبراير الجاري في العاصمة الإثيوبية أديسة بابا بحضور السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي عايزين نعرف إيه أهم رسائل الرئيس خلال كلمته في فتاح قمة منتدى الآلية الإفريقية لمراجعة النظراء بأديسة بابا النهاردة وإيه دلالة فوز مصر بعضوية مجلس الأمن والسلم الإفريقي لمدة عامين بأغلبية ساحقة اسمحني نرحب بضيفي اللي هو محمد عبد الواحد خبير الأمن القومي والشؤون الإفريقية ستلوه أهلا بحيطك منورنا أهلا بيك أهلا بحضرتك أهلا بيك 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 المترجم للقناة 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 الأجندة المترجم للقناة المترجم للقناة من أهم الأشياء المترجم للقناة الأفريقية الأفريقية ننجح فيه من إبريل المترجم للقناة المترجم للقناة عمليات المترجم للقناة المترجم للقناة المترجم للقناة أو دول على قناة المترجم للقناة 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 قولني تقييمك إيه؟ ما هي مصر قدتها كرئيس للاتحاد الأفريقي أولا الدولة المصرية استطاعت فعلا أنها تحقق من نجاحات كبيرة في مجال سياستها الخارجية من خلال تحرقاتها الجادة في مجالها الحيوي سواء الأقليمي أو الدولي استطعت إنها تسخر كافة إمكانياتها لخدمة الصالح الأفريقي لدعم التنمية لدعم وتعزيز عملية التكامل الاقتصادي والتكامل الإقليمي في القارة ولم تبخل على دول القارة في أي شيء الجزء الثاني مصر دعمت عزيزة من علاقتها سواء على المستوى السنائي مع دول القارة أو على المستوى المتعدد مصر استضافت العديد من المؤتمرات والفعاليات في مصر خاصة بأفريقيا يعني أكتر من 30 فعالية خلال هذه السنة منها مثلاً إفريقيا 2018، إفريقيا 2019 منتدى أسوان للتنمية وكان أول منتدى يعقد في الكرة نفسها وفي منطقة الشرق الأوسط يتناول السلم والأمن والتنمية التلاتة مع بعض سواء من منطلق عملي مع الممارسات السياسية طيب هنرجع نكمل بس اسمحني معنا هذا الخبر العاجل ونروح لمتابعة النشاط الرئاسي في أديسة بابا النهاردة السفير بسام رادي المتحدث باسم الرئاسة قال إن الرئيس السيتي التقى مساء اليوم مع السيد جاستن ترودو وهو رئيس وزراء كندا وده في مقر إقامة سيادته في أديسة بابا وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن السيد الرئيس أعرب عن ترحيبه باللقاء رئيس الوزراء الكندي مشيرا سيادته إلى اعتزاز مصر بعلاقتها مع كندا ومؤكدا أهمية العمل على ترسيخ تلك العلاقات على كافة الأصعاد السياسية والاقتصادية والتجارية بما يصب في تحقيق المصالح المشتركة للبلدين لا سيما في ظل الزيارات رفيعة المستوى المتبادلة مؤخرا بين الجانبين والتي أسفرت عن نتائج إيجابية نحو تأكيد أهمية التنصيق والتشاور المتبادل من جانبه أكد رئيس الوزراء الكندي سعادته بلقاء السيد الرئيس مشيدا بما حققته مصر خلال السنوات الماضية من تقدم ملموس على صعيد الإصلاح الاقتصادي وتحقيق التنمية الشاملة ومؤكدا هرص بلاده على تعزيز علاقاتها مع مصر خاصة مع ما تمثله كركيزة محورية لاستقرار وأمن كل من الشرق الأوسط والبحر المتوسط وإفريقيا فضلا عن تطلع كندا لمواصلة التنصيق والتشاور مع مصر لتطوير مظاهر التعاون الثنائي بين البلدين في شتى المجالات طيب نرجع مرة تانية نكمل في ملفاتنا أنا عايزة نروح الحقيقة للأزمة الليبية اللي بتفرد نفسها ستلوى على هذه القمة طبعا بقوة يمكن ستأخذ مساحة من مناقشات الرؤساء من بعد دخول يعني أطراف إقليمية ودولية إلى جانب الأطراف المتصارعة وده طبعا زاد من حدة المواجهات اللي راح ضحيتها عشرات من المدنيين وتأثير ده على دول الجوار شايف يعني إيه المنتظر من هذه القمة للتعامل مع الأزمة الليبية لمحاولة يعني حل حالة هذه الأزمة أولا مصر بتتابع عن كذب ما يحدث على الأراضي الليبية لأن ليبيا هي عمك استراتيجي لفاعل خلال الفترة السابقة وبالتالي هي أمن قومي لمصر خاصة من منطلق أننا لدي حدود مشتركة معها أكثر من 1200 كم في حدود مشتركة أنا عندي مشاكل أن تدهور الأوضاع في ليبيا قد يؤدي إلى هروب عناصر إرهابية وانتشار عناصر الجريمة المنظمة وهروبهم عبر الحدود المشتركة مع مصر فبالتالي إذن أمن واستقرار ليبيا هو من أهم أوليات سياستي الخارجية في المنطقة ويهدد أمن القومي بطريقة مباشرة بأسلوب مباشرة وبالتالي الدولة المصرية كانت حريصة الدولة المصرية يعني فاعلة في الملف الليبي ولذلك حتى نجد أن في كمة برلين تم استضافة أو تقديم الدعوة لمصر للمشارقة والدعوة كانت مقتصرة على الدول الفاعلة فقط يعني في بعض الدول دول جوار لليبيا حتى لم يتم دعوتهم أو مثلا الدعوة جات لتونس متأخرة الدعوة راحت للمغرب ما راحتش خالص دعوة للمغرب وبالتالي خدت موقف معارض لكمة برلين مصر كانت مشارقة أيضا في قمة الجزائر أنا شايف أن الأزمة الليبية هي معقدة للغاية خاصة أن هناك تدخلات أقليمية زي التدخل التركي واستمرار تركيا على انتهاج كافة قوانين والقرارات المتعلقة بمجلس الأمن وإصرارها على توريد السلاح وتوريد الأفراد والمرتزقة ونقل جماعات إرهابية من الأراضي السورية إلى الداخل الليبي أمام مرأة ومسمع المجتمع الدولي كل هذا يزيد من تعقيد الأزمة الليبية نحن دائما نطالب بعمليات التسوية السياسية وأهمية الحوار طبقا لقرارات مجلس الأمن وطبقا لما يملي القواعد القانون الدولي في هذا الشهر طيب لو رحنا لمجلس السلم والأمن انتخاب مجلس السلم والأمن الأفريقي العشر أعضاء جدد فيه عضوية وتتكون من 15 دولة بينها خمس دول بيتم انتخابهم لثلاث سنوات وعشر أعضاء يتم انتخابهم كل عامين وطبعا ده اللي بيتم يعني خلال هذه القمة قرأتك إيه لفوز مصر بعضوية مجلس السلم والأمن الأفريقي بأغلبية صاحقة يا سياد تلو أولا مصر لها دور فاعل في حفظ الأمن وبناء الأمن والسلم في العالم كله احنا عندنا تقريبا حوالي 37 بعثة لقوات حفظ السلام متوزعة على العالم كله تقريبا مصر مشاركة في كل بعثات حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة في القارة الإفريقية حارسين جدا على تعزيز جهود الأمم المتحدة والتعاون مع القارة الإفريقية لحفظ السلم والأمن وحفظ الاستقرار في القارة الإفريقية وبالتالي هنا بتعمل سمعة جيدة للدولة المصرية لتفعيل وتعزيز وبناء عملية السلم مصر كمان بتستضيف المركز الإفريقي لإعادة التنمية والإعمار ما بعد الصراعات مصر بتولي شأن بناء السلم أهمية قصوى على أولويات أجندتها السياسية وتم فعلا التوقيع على استضافة المركز هنا في القاهرة لأن الموضوع موضوع معقد أن في فترة ما بعد الصراعات دائما ما نجد أن الدولة بتبقى هشة وبالتالي يصعب أن أنا أفرض عليها ولاقات معينة أو أفرض عليها قيود معينة لإعادة السلم وبالتالي لازم أن أنا أهيئ الحكومات أو أهيئ الأفراد على الاستقرار مرة أخرى لأن الدولة في هذه الحالة بتصبح دولة رخوة زي ما يحدث في الصومال مصر لديها خبرة عالية في هذا الموضوع بعيدا عن برامج المعقدة في برامج مركبة كده لحفظ الأمن والسلم زي برامج الأمم المتحدة مثلا هدل حضرتك مثال عندما تسعى الأمم المتحدة للتعامل في الدول التي بها صراع فيما بعد الصراعات ساعات أحيانا تفرد أديولوجيات معينة زي الرأس مالية تفرد أمية سيطرة أن يبقى فيه اكتصاد حر في الدولة لسه خارجة من الصراع وده بيبقى صعب جدا أننا أطبقه لأن دولة لسه خارجة من الصراع من حق الحكومات أو من حق أنها تسيطر على رأس المال أو تتحكم في رأس المال لا ده بيفرد سوق حر بيفرد ديمقراطية دولة لسه خارجة من الصراع فقط الدمقراطية لا فيه تعليم ولا فيه صحة ولا فيه وبتفرد الديمقراطية وطب ما تأهل الشعوب للديمقراطية قبل أن نفرد الديمقراطية الحاجة الثانية أن الدول خاصة الدول الأفريقية بتغضع لإملاءات غربية خاصة أن الاتحاد الأفريقي ماذا لا يحصل على دعم كبير جدا من الدول المنحة تقريبا 50% من ميزانية الاتحاد الأفريقي من الدول المنحة وبالتالي ما بيبقاش سيد قراره في حكمه مجلس الأمن ما زال يسيطر عليه الدول العظمى فبالتالي إسكات صوت البنادي أو فرض الاستقرار أو إعادة بناء السلم والأمن فيما بعد الصراعات أمر أتخيل أنه صعب محتاج تحديات كبيرة جدا أهمها أن يبقى فيه استقلالية مالية من الاتحاد الأفريقي ممتاز آخر حاجة إزاي نواجه تمدد الإرهاب في الدول اللي هو موجود فيها بالفعل زي نيجيريا مالي تشاد نيجر إزاي نقدر نواجه هذا التمدد يا سبت اللواء ومصر طبعا عندها خبرة كبيرة يعني في موجة الإرهاب أولا الثقافة الإفريقية المكون الثقافي للإفريقي لا يستوعب الإرهاب يعني أنا عشت في دول إفريقية كثيرة جدا المكون الثقافي بيرفض فكرة الإرهاب يعني عنده ولاءات داخلية ده في الشعوب الإفريقي عنده ولاءات أخرى غير العقيدة يعني عنده مثلا البريجماتية نمر واحد المصالح النفعية خاصة منهم تجار كثيرون عنده نمر اتنين القبلية انتماءه للقبيلة أكتر من انتماءه للعقيدة نفسها ثم تأتي الإسلام والإسلام الحقيقة أو الطيارات الدينية لم تستطيع على مر تاريخها أنها تحشد جموع شعوب إفريقية ولكن الإرهاب اللي موجود ده اللي موجود أنا أتخيل وأؤكد على أنه طيارات سياسية لها صبغة دينية وبتاخد دعم من دول عظمى حتى تتواجد في المنطقة أنا عندي إرهاب في شرق إفريقيا خاصة في الصومال شباب المجاهدين موجود في الصومال على الرغم من أن هناك قوات دولية لمكافحة الإرهاب أكتر من 16 دولة وفي مكاتب مكافحة الإرهاب في منطقة شرق إفريقيا بتقودها الولايات المتحدة الأمريكية إلى أن الإرهاب مازال موجود في الصومال وشباب المجاهدين مازال ينشط من عملياته في غرب إفريقيا هناك قوة برخان وهي قوة فرنسية قوامة 4500 جندي وبعدين صدق الرئيس الفرنسي ماكرون خلال اجتماع من ثلاثة أسابيع على أنه يزود عدد القوات 200 تاني بـ 4700 في قاعدة أمريكية في النيجر لطيارات المأهولة الطيارة بدون طيار في النيجر ولكن مع ذلك هناك إرهاب حتى النهاردة سيادة الرئيس تناول هذا الموضوع أن دول الساحل والصحراء عندها حدود متسعة خاصة الخمس دول ومع ليبيا فالإرهابين بيلاقوا في هذه الأراضي ملاز جيد وبأحاضنة للعملات الإرهابية وبأحاضنة للجريمة المنظمة اللي هي بتمشي بالتوازي مع العملات الإرهابية عشان الجماعات الإرهابية تجد دعم مادي من خلال هذه العمليات أنا شايف من خلال التنصيق المشترك ما بين الدول تبادل المعلومات بين الدول أيضا مصر بتستضيف مركز لمكافحة الإرهاب لدول الساحل والصحراء بند فيه دورات تدريبية بنستطيع أن نساعد دول القارة الإفريقية من خلال توفير المعلومات وتبادل المعلومات في هذا الشأن وتحديث البيانات حتى يتم القضاء على جزء كبير وعندنا تجربة المصرية خير ودليل على ذلك أنا بشكرك شكرا جزيلا ست اللواء محمد عبدالواحد خبير الأمن القومي شؤون الأفريقية شرفتنا ونورتنا شكرا للحديثة كيف هم منك شكرا لك هنروح لفاصل بعد الفاصل موجدنا التانية مع الكاتب الصحفي الكبير سيز عبدالحليم أنديل وأيضا مستمرين في الحديث حول القمة الإفريقية وأهم المحطات في العلاقات المصرية الأفريقية منذ 2014 وحتى الآن استنوا أهلا بحضرتكم من جديد في الموجهة دي نعم القراءة في أهم محطات العلاقات المصرية الأفريقية منذ عام 2014 وحتى الآن وإزاي نجحت الدولة المصرية أن هي تعود ويبقى لها عودة قوية للقارة الصمراء ولأي مدى كمان سهمت القاهرة في دعم مكانة وتأثير القارة الأفريقية خلال رأستها للاتحاد الإفريقي خلال 2019 سمحوا يا راحب بضيفي الكاتب الصحفي الكبير ساز عبدالحليم أنديل أهلا بحيطك من أورنا ساز عبدالحليم أهلا بك أنا هستأذن حضرتك قبل ما نبدأ حوارنا بس نتابع هذا الإنفو جراف عن طبيعة العلاقات المصرية الأفريقية خلال السنوات الخمس الأخيرة ونرجع نبدأ حوارنا ترجمة نانسي قنقر المترجم للقناة 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 من منظمة الوحدة الافريقية حتى عام 2002 إلى الالتحاد الافريقي بدءا من 2002 إلى الآن فهذه رابع مرة تترقص فيها مصر وطبعا الدول الأخرى تترقص بصورة دورية كما سيحدث غدا حيث تنتقل رئاسة الالتحاد الافريقي من مصر إلى جنوب أفريقيا ومن السيسي إلى رمافوز فالكثافة بلغت الدروة طبعا في عام الرئاسة المصرية الالتحاد الافريقي وطبعا كما يعرف الكل هناك أكثر من 30 مؤتمر أو انعقاد الافريقي جرى في مصر في أماكن مختلفة في القاهرة وفي أسوان وفي شرم الشيخ وهناك طبعا مشاركات للرئيس السيسي بصفة رئيس الالتحاد الافريقي في عدد من أهم المؤتمرات الاقتصادية إذ أن العالم وقواه الأكثر نفوزا في الاقتصاد تكثفت اهتمامها بافريقيا في السنوات الأخيرة وبصفة رئيس الالتحاد الافريقي حضر رئيس السيسي عديد من المؤتمرات من الشرق إلى الغرب من اليابان والصين إلى روسيا إلى ألمانيا لماريتين ثم إلى فرنسا في قمة السبع الكبار ثم في بريطانيا هذا كان آخر اجتماع في إطار علاقة أفريقيا بالعالم وتركيز العالم والأقوية اقتصاديا على أفريقيا باعتبرها إلى الآن يعني رغم مسوابق انتهاكها ونسف صروتها المتصل هي تعد يعني من القارة بكر إلى الآن وتريد هذه الدول المليئة بالموارد يعني التي وفرص الاستثمار مليئة طبعا بموارد نزف منها الكثير يكثر نتذكر فقط أن 50% من الألماس أو الماس على قول آخر في العالم يأتي من أفريقيا طبعا إضافة لمعادن أخرى منها اليورانيوم والكوبة لتغيره ومنها طبعا في مساهمتها في البترول العالمي تعد أقل نسبيا طبعا من مساهمة قارة أسيا لأنها بتمتلك حوالي 12% من موارد البترول في العالم وليبيا وحدها تملك 10% من موارد البترول في أفريقيا تليها نيجيريا وإلى آخر طيب يعني في أول مشاركة مصرية بعد عودتها للاتحاد الإفريقي شاركة مصر في الدورة العادية الثالثة والعشرين لقمة الاتحاد الإفريقي في غينيا للسوئية في 2014 الحين الرئيس وقتها أعلن عن إطلاق الوكالة المصرية أو إنشاء الوكالة المصرية للشراكة في التنمية في إفريقيا وطبعا الاهتمام بإعداد وتنمية القادة دعم مبادرات جديدة كمان خاصة بالتنمية في القارة الإفريقية إلى أي مدى يعني ده كان بيؤكد أنه مصر حريصة على دعم أشقاء في إفريقيا وعلى دعم التنمية في القارة أستاذ عبد الحليق يعني بسيطة عامة صبعا أنت ذكرت الوكالة للشراكة هناك أيضا إنجازات كثيرة جدا في هذا الباب تؤكد هذا الاهتمام وأنا أظن أن هذا الاهتمام طبعا سوف أتصل بالطبيعة بعد نهاية عام رئاسة مصر للاتحال الإفريقي غدا يعني الفكرة الأساسية أنه أفريقيا بالنسبة إحنا يعني مصر اهتمامها في أفريقيا ليس اهتماما مفتعلا أو زائدا هو عودة بالأمر إلى نصاب الطبيعة إلى أصل لأنه لماذا يعني نعود به إلى أصله أنه جرى انحراف واسعة جرى الانسلاخ عن أفريقيا في إطار فترة طويلة جدا يعني ربما منذ ما بعد حرب أكتوبر 1973 جرى يعني تطليق أفريقيا بالثلاثة وجرى حصر مفهوم العالم في أمريكا ودول أوروبا الغربية وإسرائيل مع التحول إلى زيارة السلاة للقدس وعقل ما يسمى معاة السلام وإلى إحنا جرى حصر مصر وتقزيم مصر بصورة مكسفة يعني أنهت الحقيقة في حصدها دور مصر في نطاقها العربي ونطاقها الإفريقي ونطاقها الإسلامي وأنهى دور مصر داخل مصر يعني لأنه ببساطة وصلنا إلى درجة لم يعود فيها من معنى لاستقلالية القرار المصري جرى محو الاستقلالية القرار الوطني لمصر وهذا أثر على الوجود المصري طبعا الوجود المصري مرتبط بأفريقيا مصر دولة أفريقية مصر تكسب حياتها في الأساس من أفريقيا بالمياه وخلقنا من المياه كل شيء حي فمصر بدون النيل كما هو معروف يعني تكون صحراء جرداء بالكامل مصر مرتبطة بالوجوء ارتباط وجودي فوق الارتباط الجغرافي بأفريقيا وطبعا هذا أثر حتى على أخص خصائص الوجود المصري يعني يعني تقدري تقولي ببساطة أنه ضعف الاهتمام بهذه الدوائر الثلاث العربية والأفريقية والإسلامية جرى منذ أواصل السابعينات وطبعا تأكد بعد ما جرى من إخراج مصري من جامعة الدول العربية عقب كامبي ديفيد وإلى آخر تطورات الحقيقة عصفت بالدور لمصر التقليدي القيادي في المنطقة العربية وفي المنطقة الأفريقية عصفت عصفا شديدا يعني ثم تفقم الأمر تقدري تقولي مثلا منذ محاولة اغتيال الرئيس مبارك في أدس أبابا سنة 1994 أنه وضعه فتماما جرى مهد لم يحضر الرئيس المخلوع اجتماعا أفريقيا واحدا إلى نهاية عهده بثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011 هذا أثر مش بس في عدم حضور الاجتماعات ما كان يحضرها نيابة عنه أخرون الفكرة الأساسية أنه هذا عكس بصورة رمزية ضعف في الاهتمام والرغبة في الانسلاخ والارتكان إلى مراس قديم على ظن أن مصالحنا وهمها النيل دائما إلى أن بلغ التطور بالانهيار درواته في عام 2010 بعقد اتفاق عن تيبي في مايو 2010 دون حضور مصر وهو اتفاق يدمر كل الاتفاقات التاريخية التي تعتمد عليها مصر في دفاحها عن حقها في ماهن يلغيها ويحل محلها تعبرات عائمة من نوع التقسيم العادل والمنصف للمياه وحق دول المنابع في إقامة مشروعات وإلى آخره وكان هذا هو الأساس الذي أقيم عليه صد النهضة مما نعنيه إلى الآن طبعا من الصعب أننا زي أي حاجة في كل اتجاه في كل دورة اللي حصلت في مصر في كافة الاتجاهات في الاقتصاد والسياسة والأمن والسياسات الداخل والسياسات الخارج لا نستطيع كما نقول أن نبكي عن لبن المسكوب لا قيمة لهذا البوكا إنما الأصل أنه كان لدينا بالطبيعة هذا الوجود المزدوج يعني الوجود الجرافي من جهة والوجود الذي هو أصل حياه من جهة أخرى اهتمام أصيل بأفريقيا يعني في فترة الرئيس عبد الناصر على سبيل المثال بلغ هذا الاهتمام درواز حتى أثمر بعد وفاة الرئيس عبد الناصر في مدار الاستعداد لحرب أكتوبر 1973 استاردت مصر وقتها إسرائيل في أفريقيا بلدا بلدا حتى قطعت كل الدول الأفريقية علاقتها بإسرائيل ممكنك رؤية العكس الحادث الآن إذ أنه الدول الأفريقية عديدة أولها أديس أبا والحياة تقيم علاقات رفقة مع إسرائيل أثنين علاق دول أخرى كبرى طبعا أو كبرت في غيبتنا عن سباق العالم زي الصين مثلا لها النفوذ الأوفر في أفريقيا من زوية الاقتصاد وفي طبعا دول ذات تاريخ استعمار في أفريقيا كبريطانيا وفرنسا لها دوائرها هذه بريطانيا لها الدائرة الأنجلوفونية وفرنسا لها الدائرة الفرانكوفونية حتى تركيا نشطت في أفريقيا ولا تزال تنشط بصورة أكثر كسافة من مصر بكل معيار في ظل هذا الوضع القضية مش قضية تعاونة الهمام بأفريقيا بس عاونة الهمام بمصر يعني الأساس هو إعادة إدراك أو استعادة الإحساس ببلد له قيمته بالجغرافيا والتاريخ والثقافة وخاصة التاريخ القريب خاصة في عصر عبد الناصر كان لا يمكن لأحد أن يدخل أفريقيا ببساطة بدون إذن مصر يعني ما كانش يعني القضية كانت مختلفة نحن الآن نحاول قد رجع دينا استعادة حضورنا في مصر حضور مصر في مصر وحضوره في أفريقيا بالتالي حلو إيه الأهم المحطات اللي ممكن نقول لنحايتك توقفت أمامها يا أستاذ عبد الحليم يعني في الخمس سنوات ونص اللي فاتت من يونيو 2014 والحد النهاردة أو حتى لحد تسلمنا رئاسة الاتحاد الإفريقي يعني أهم المحطات أن مصر بدأت تعيد التفكير في أفريقيا إلى درجة أن هيئات كانت قائمة في القاهرة زي مثلا معهد الشؤون الإفريقية وغيره كانت موجودة كتمثيل يعني أو جزء من الأثار مرحلة غابرة لا تفعل شيئا يعني لأنه لم يعدش في طلب عليهم الآن تم استعادة الاهتمام وتكسيفه تم إعادة بناء كوادر مختصة بالدائرة الإفريقية طبعا من ضمن هذه الكوادر التي لم يكن يلتفت إلى أدوارها خبراء المياه لدينا أكبر ثروة من خبراء المياه في المنطقة لأن مصر بلدها عيشة على نيل على نهر واحد هو سر حياتها ووجودها في الإطار ده وكالة الشراكة وصولا إلى وكالة الفضاء يعني علينا أن ندرك انضاف المركز دولي الإعمار قائم في القاهرة في إطار مبادرات إسكات البنادق أو كذا وطبع هذه مسألة معقدة جدا في أفريقيا لأن أفريقيا كلها كانت مستعمرات جرى رسم حدودها من قبل الدول الاستعمارية السابقة بالألم والمصطرة يعني فترات تبعا لذلك طبعا مشكلات كبيرة جدا دفعت حتى منظمة الروحة الأفريقية قبل أن يتحول اسماء الاتحال الأفريقي إلى إقرار مبدأ الحفاظ على الحدود الموروسة عن الاستعمار بصرف النظر عن عقلنيتها أو منطقيتها لأنه لو جرى فتح هذا الباب لن تنتهي الحروب في أفريقيا ورغم ذلك جرت الحروب في أفريقيا في كل دولة على حده طبعا تخل في الاجتماعي التاريخي الدول الأفريقية كثيرة لست قائمة على الأساس القابلي فحتى لو أجروا انتخابات دائما ما تأتي الانتخابات في كثير من الدول الأفريقية لمصلحة تجمع قابلي ضد تجمع قابلي آخر وهذا يكون السبب في اضطرابات سياسية تتحول سريعا إلى نزاعات دموية فلاست مسألة الحدود فقط إنها مسألة تطور السياسي الداخلي أيضا النزر يعني ابتوليت أفريقيا بنظم سرقت كل المعاونات التي قدمت إلى أفريقيا فسرقت أفريقيا مرتين مرة من الدول الاستعمارية ومرة من حكموها فالحقيقة يمكن رؤية أفريقيا على وجهين وجه إنها مصدر هائل جدا للموارد الطبيعية وهي كمان في نفس الوقت مسرق هائل جدا إنجاز التعبير لعدد كبير جدا من حكم تذكر كلنا يعني مبوته وغير مبوته يعني في مراس بشع في أفريقيا فلكن كما يحدث في التاريخ أحيانا حين تشتد الظلمة يكون ذلك إزانا يعني بقروب الفجر نور الفجر وهذا يحدث إعادة اهتمام العالم بأفريقيا على أساس جديد طبعا كله يبحث عن مصالحه لكن أن تهتم بأفريقيا أفريقيا بنفسها هذا جديد أن تدخل مصر على الخط مصر أولا في أفريقيا بين الدول الأفريقية هي رقم واحد طبعا في السلاح وصناعات السلاح كما هي رقم واحد في المنطقة العربية كما هي رقم واحد في منطقة الشرق الأوسط كلها وهي من العشر الكبار على مستوى العالم وفي أسلحة معينة هي من الخمسة الأوائل يعني زي سلاح البحري القوى البحرية وكذا مصر أيضا في تجربتها في التنمية أو محاولة الإفلاث من التخلف أغنى كثيرا ربما تجربة جنوب أفريقيا قريبة بهذه الصورة أو تلك لكن في سياق آخر قامت به الأقلية البيضاء من البريطانيين ومن الهولنديين السابقين ودارت مدارا طوى على شراع طويل جدا مصر كانت حاضرة في كل معركة داخل أفريقيا في كل قطر أفريقيا حاضرة حاضرة ليست كمتدخل أو مستفيد كداعم أساسي وكمساهم في تحرير القارب فكما أن مصر بين 2 و50 و1952 و1962 ساهمت بالمساهمة الأساسية بالدور الأساسي في تحرير العالم العربي مشرقا ومغربا من الاستعمارين البريطاني والفرنسي فهي بذات القدر ربما أكبر في بعض الأحيان ساهمت في تحرير أفريقيا كلها هذا وضع الأساس المتين لإحياء علاقة مصر بأفريقيا فبقى فيه علاقة مثلسة تتعلق بالمياه اللي هي وسر الحياة تتعلق بالجغرافيا تتعلق بتاريخ حديث صنعناه بأيدينا دفع مندلة كما قلت غير مرة إنه هناك شاب زمن عبد الناصر كان يشب على قدميه متطلعا إلى أنه صافح الرئيس جمال عبد الناصر في القهر فالقضية أنه ولأنه تحدث طبعا عن قصص طويلة جدا يطول الوقت بشرحها من نكرومة ولمومبا يعني كافة الآباء آباء أفريقيا الحديثة كانوا ولدوا في حضانة القهر الرئيس السيسي إزاي قدر إستوز عبد الحليم أنه يعني يعيد العلاقات المصرية الأفريقية لحيويتها للوضع الطبيعي المفترض أن هي تكون عليها الرئيس السيسي بذل جهودا كبيرة في هذا المدينة لكن الإنصاف لا أنا دال نحتاج إلى بذل جهود أكبر إيه الجهود الأكبر؟ يعني مثلا أضرب مثال من إنجازات الرئيس السيسي في عهد رئيسته هو عقد طبعا فيه عدد من المناطق الاقتصادية في أفريقيا الكوميسا ومنطقة غرب أفريقيا ومنطقة جنوب وغيرها لكن أفريقيا كمنطقة تجارة حرة ده من إنجازات رئيسة الرئيس أو من أبرز هذه الإنجازات عقل في أواسط العام 2019 فطبعا هذه الاتفاقية تطمح في مرحلة أولى إلى زيالة التبادل التجاري بين الدول الإفريقية إلى 25% من حاجة تبادلاتها مع العالم كله طبعا يبدو الهدف الأول وهلة الأول نظرة متوضعة لكن علينا أن ننظر الحقيقة الحقيقة أدنى من ذلك بكتير لماذا؟ لأن مصر حين كانت ناهضة كانت تستفيد من فكرة سيولة العلاقات التجارية بين الدول الإفريقية حتى في غياب منطقة التجارة حولي لأنها كانت تنتج ما لينتج الأخرون وكان معروفا أن شركة النصر الاستراد والتصدير لها فروع يعني أكبر عدد من سفارات مصر في أفريقيا وكان معروفا أن شركة النصر الاستراد والتصدير في زمان تألقها تلعب دورا مزدوجا دورا تجاريا ودورا سياسيا وبرفقة مع أجهزة الدولة المصرية فهنا أصدق إيه؟ أصدق لن يستفيد من منطقة التجارة الحرة في أفريقيا إلا الذي ينتج ما لا ينتج الأخرون لكن حين تردت نصر أصبح حجم ما تنتجه ولا ينتجه الأخرون قليلا جدا وبالتالي حجم استفادتنا بالتصدير للسوق الأفريقية قليلا جدا ومن هنا أنا أربط ربطا وثيقا لأنه الذي يلاحظ خطابات الرئيس السيسي مثلا خلال عام رئاسات التحارف الأفريقيا يلحظ شيئا منيرا هو أنه اختيراته في مصر هي نفسها اختيراته في أفريقيا يعني الاهتمام بالبنية الأساسية الاهتمام بخطوط المواصلات يعني قاهرة كيبتون وهذا حلم قديم خط سفح حديدية أيضا الاهتمام بفكرة التصنيع أو زيادة المكون المحلي وإلى آخره الاستفادة من المعونات التي تقدم لأفريقيا بطريقة يعني تبقى لشعوبها ولا تنتهب في قصور الحب فهذه الاتجاهات أنا أعتقد أنه في التساق يعني معزاته في التساق أفضل من لوقت ما كانت جنوب أفريقيا في المركز الأول لكن مصر تجاوزت جنوب أفريقيا طيب الآن فهنا مصر مثلا في بعض القطاعات النهيدة كصناعات السلاح مثلا في الهيئة العربية للتصنيع وفي مصانع الانتاج الحربي وجدت أسواقا أفريقيا متزايدة هنا نحن نحتاج إلى ما ألححت عليه غير مرة وما أفرطنا في الكلام عنه عن حق وهو فكرة أهمية انتقال مصر من التخلف إلى التقدم والتصنيع الشامل لكي تجد ما تبيعه لكي تجد ما تبيعه إن كانت تريد استفادة اقتصادية طيبا للهيئة العامة للاستعلامات في 2018 زيارات الرئيس السيسي في أربع سنوات لدول إفريقية في مناسبات إفريقية مختلفة في أربع سنين بلغت 21 زيارة مما يمثل 33% من زيارات الرئيس الخارجية شايف الرقم تلتو يعني شايف ده إزاي تعبير عن كثافة الاهتمام تعبير مؤكد عن كثافة الاهتمام وأيضا ربما يعني هذا العدد من الزيارات لو إحنا ألبنا الصفحة لورا عشان نشوف حجم الزيارات الأفريقية من الزيارات الدولية سنجد ما عبرت عنه إنه لوقت طويل جدا العقود انحصرت رؤيتنا العالم في مجال ضيق جدا اسمه إسرائيل ومتلاها إسرائيل وأمريكا وبعض الدول الغربي مش أكتر من كده هو هذا والعالم وظلنا نفرض حتى على الصعيد الفكر فيه نحن هو الغرب نحن هو العالم العالم كان ضيقا جدا لأننا وقعنا في حفرة عميقة جدا يعني زلنا من أعر القفة وغبنا عن سباق العالم وتصورنا أن الأمور كما تركناها عام 1973 متخلف متخلف والمتقدم متقدم حين بدأنا نصه اكتشفنا هذا يعني انقشع هذا الوهم لأنه هو وهم كبير وضعنا فيه عن عمد في إطار عملية إغراق مصر وتدمرها من الداخل فالفكرة هنا أنه كثافة الاهتمام لا أحد يستطيع أن يماري فيه أثر هذا الاهتمام هو الذي يجب أن نوالي الحرص علي مصر عندها قوة ناعمة في أفريقيا هذا صحيح إمكانية استخدامها قائمة لكن استخدامها في حفظ مصالحنا من جهها وتأكيد إفراختنا من جهها يحتاج الحياة في بعض الجوانب إلى إعادة نظر يعني أفريقيا عندنا أفريقيا عند الغرب هي أفريقيا جنوب الصحراء بتعبير آخر هي أفريقيا زنجية بتعبير آخر هي أدس أبابا اللي فهم نظامة الوحدة الانتحاد الأفريقي وما يليها كان هناك دائما حرص من الغرب على إقامة تقسيم يعزل أفريقيا الشمالية أفريقيا العربية عن أفريقيا الزنجية السياسة المصرية كثفت الاهتمام بأفريقيا الزنجية لكن في تقديري أنا أنه لم يتم الاهتمام بأفريقيا الشمالية بنفس القدر خلى الاهتمام بالمسألة الليبي أضرب مثال الرئيس الليبي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أول رئاسته أول دولة ظهرها كانت الجزائر كانت الجزائر وده كان مختلف نسبيا هذا لا يعني أنه هو أنهى أولوية العلاقات مع السعودية والخليق لأنه كان فيه علاقات ولذلت العلاقات لها الدرجة الأولى في الاهتمام من مصر العربي حتى هذه اللحظة على أساس التكامل الوظيفي ما بين الطاقة العسكرية الكبرى والطاقة المالية الكبرى إنما إحنا أنا ألحظ أنه في رئاسة الرئيس السيسي الثانية الاهتمام بالجزائر ضعف وكان له أثره حتى حين نرى بعض التفاوتات التي تحدث أحيانا في النظرة للأزمة الليبي فأنا أدعو لقدر من التوازن بين الاهتمام بمن تجمعنا بهم الدائرة العربية والدائرة الأفريقية معا ودفع هؤلاء للاهتمام بأفريقيا جنوب الصحراء هذه نقطة أتصور أنها بلغة الأهمية ربما تكون المشاورات الجارية حاليا مع الجامعة العربية لأن تعقد القمة العربية القادمة في الجزائر مفتاحا يعني لإعادة تكتيب هذا تكتيب الاهتمام المصري على هذا المحور من جديد لماذا أقول ذلك لنسعى آخرون كثيرون في الدول العربية لإعلان وفاة الدور المصري والحلول محل الدور المصري على غير أساس يعني على غير أساس موضوعي لا أساس الاقتصاد ولا أساس السلاح ولا أساس الرؤي هذه واحدة اتنين الغرب والنظرة النمطية الموروثة عن الاستعمار دقبت دائما على فكرة تصوير العرب في التاريخ كجناه في حق أفريقيا ونسبة فكرة العبودية وإلى آخره لتصورات زائفة عن الدين الإسلامي أو عن العرب أو كلام منه طبعا الحقيقة التي يعرفها تعرفها أفريقيا جنوب الصحراء قبل غيرها أن المستعبدين الأساسيين لهم بالمعنى الحرفي وبالمعنى الاقتصادي والآخره هو الغرب بدءا بأمريكا فالإصلاح فكرة النزاعات النفسية والتاريخية المتعلقة بالهوية لا تأتي بالإقناع تأتي بأن تقدم عملا من نوع مختلف وهذا ما تسعى له مصر الآن لكن دعوية الاهتمام بشمال أفريقيا العربي تعني إضافة ثقل كبير هائل للدور المصري في قلب أفريقي الزنجي أفريقيا أو أفريقيا السمراء طيب أفريقيا السمراء أفريقيا السمراء الدولة المصرية يعني حرصت خلال الفترة الأخيرة أن يبقى فيه تحركات على كافة الأسعاد أي سيد عبد الحليم يعني على الصعيد السياسي على الصعيد الاقتصادي الاجتماعي الإعلامي الثقافي المائي إلى أي مدى ده بيقول أن فيه استراتيجات وقته أصبح متكملة للتعامل مع أفريقيا فيه تصور بيستدرك بالحنين وبالعادة بناء البناء على القوة النائمة الموروثة لاستعادة الاهتمام بأفريقيا اتنين فيه تصور لفكرة التركيز على عنصر الاقتصاد والإنهاض الاقتصادي والرغبة في التصنيع وعادة وتكثيف الاهتمام بالبنية الأساسية فيه تصور في هذه الحدود لكن علينا أن ندرك أيضا أنه لتزال أمامنا أشواطا كثيرة جدا أن الأمر ليس معلقا فقط برئاسة مصر الاتحاد الأفريقي ما هي ستقول غدا إلى جنوب أفريقي يعني ليس هذا هو المعيان وبالمناسبة كان الاهتمام الرئيس سيسي قائما بأفريقيا قبل أن يتقول رئاسة الاتحاد الأفريقي طبعا أن هذا أمر يخص نصر في المقام الأول علينا أن نحن يعني كما نتحدث عن أنه فيه تلت الزيارات إحنا كمان علينا أن ندرك أننا نواجه منافسين داخل القرى الأفريقية غالبا من خارج القرى الأفريقية أشرت إلى بعضهم التنافس الذي يريد أن يدخل حربا يدخلها بأدوات وهذا معنايته بفكرة تصدير السلاح وتصدير المنتجات هو الأساس أفريقيا سوق وعيدة جدا فيها 1200 مليون نسمة وفيها إمكانات هائلة جدا فولس لدينا لا أي مرس استعماري لإخواتنا الأفرقى ولا أي مرس استغلالي في التاريخ لكن ببساطة نريد أن نتعامل على قدم المساواة يعني لا يليق مثلا أن نجد إسرائيل من جهة أو تركيا من جهة أو حتى إيران بالمناسبة وإن كانت إيران تركز على العنصر يخصها فكرة تشييع جماعات من المسلمين في أفريقيا بأكثر من الاهتمام الاقتصادي لأنها ليست قوة اقتصادية بحكم مفرد عليها من مسلسل هائل من الحقوبات وهي قوة بطرولية بينما الدول الأفريقية لوست مستوردة للبطرول بهذا الحج لأنها دول صناعية مستورد الأساس في العالم هو الصين أكبر مصنع في التاريخ وفي العالم فنحن نحتاج إلى أن اهتمامنا الأفريقي الذي يبدو مكثفا بعقد المؤتمرات وزيارة الزيارات يتحول إلى مضمين ممسوكة باليد طبعا في مضمون أول ممسوك باليد يتعلق بمصير مياه النيل ولا ذالت المفوضات الجارية وننتظر ما سيجري يوم 12 و13 في واشنطن وأتصور أنه خلال القمة الإفريقية أتصور مش أخبر أن الرئيسي سوف ألتقي الرئيس الوزراء السيوبي أبي أحمد على ثمش هذه القمة فيما خاص قضية المياه التجاه إلى اتفاق حول مياه النيل شايف إزاي قيادة مصر للقارة الإفريقية يعني في المحافل الدولية خلال الفترة اللي فاتت أو العام المنصر ميقصة عبد الحليم إلى أي مدى كانت مصر يعني ممثل لمتطلبات واحتياجات الشعوب الإفريقية أمام العالم مصر لم تكافي بدور الممثل الإفريقية على حالها مصر حاولت أنها ترسم ملامح جديدة للوجه الإفريقي في الخطاب مع العالم يعني يعني الذي يراقب مثلا الانعقدات التي جرت بين أقطاب الاقتصاد الكبرى وبين في إطار الاهتمام البالغ بأفريقيا كسوق يرى لو جمعنا الخطابات سنجد فيها نوعا من التطابق بين تصورات الرئيس السيسي الأفريقية وتصورات المصر ذات وأعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية في إعادة بناء التصور عن أفريقيا ليست المسألة أن نحن سنضيف مظاهر فولكولورية من نوع الرقص الأفريقي يعني هذا يعني لا بأس به يعني يعني كجزء من الدكور إنما لابد من إعطاء مضمين ممسوكة مضمين ممسوكة يعني مصالحنا في المياه واحد لأن إحنا شفنا مرارة عظيمة من جراء إهمالنا لأفريقيا عاد علينا الأمر اكتفينا بس بأنهم خايفين مننا ونحن نضعف شيئا فشيئا فشيئا إلى أن فجئنا بأنه يعني عادة مصر في 2017 حضرت الاجتماع الخاص بدول حضر النيل بعد مقاطعة سبع سنوات لكي تحاول إجراء تعديل على اتفاقية عن تي بي ولم يتم الأمر إلى الآن مصر اكتفت إنها والسودان والكون وهو ودول أخرى اكتفت بعدم التوقيع إلى الآن لذلك مشكلة معلقة كانت هي المصمار الأساسي أو كانت هي حجر الأساس في مشكلة سد النه أيام مبارك وأعيد وأكارف اللي بقاله اللي بيبلغه بتدفيه الأمر وتسفيه حد ولك السكان بخافه من عمر سلمان يعني كلام الحقيقة بائس انتهى بنا إلى أزمة نتمنى طبعا ولأنه لمصر ليس لديها خيار آخر أن تنتهي بالحفاظ على الحقوق الأساسية لمصر في مهم قريبا النقطة الجوهرية التي أريد أن أركز أنا أعرف أن فيه كثافة يعني في الإعلام في الاهتمام بأفريقيا أنا أريد أن أضيف زوايا أخرى أنتو الدول حجم الدول اللي أعطت مصر صوتها في مجلس السلم والأمن الأفريقي بعد أن كان هذا المجلس نفسه هو اللي قرر تجميد تجميد عضوية مصر يعكس طبعا طبيعة التحاول 43 دول أنا أريد أن أقلب السؤال أدي إيه علاقات مصر الاقتصادية أدي إيه طاقة مصر التصديرية لل43 دولة دول هذا هو القياس الباقي تفاصيل أيضا فأنت في النهاية فكرة التبادل أو التكامل أو التجارة أيما على أنه في حد عنده اللي مش عند التاني واللي مش عند التالت وكذا فيحدث التكامل الاقتصادات المتماثلة لا يحدث بينها أي تكامل ولا تجارة واسعة جدا لأنه لا يتوافر من مضمون للإجراء التجاري حين كانت مصر سابقة بمراحل كان عندها ما ليس عند الآخرين الفتنظر على سبيل مثلاً رئيسي سحقد في الفترة على خلالها اجتماعات موضوحها القطن 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 ده للتسكير وليس للنكاية رئيس أيزنهاور كان بيطلب من الرئيس عبد الناصر في الخمسينات أن يقلل من تصدير القطن المصري لإتاحة فرصة لوجود القطن الأمريكي في الأسواق الأوروبية سنة الف وتسعمية تسعة وستين طبعاً أيزنهاور كان في الخمسينات المكان مع السينات بعد هزيمة هزيمة ساحقة عسكرية في سبعة وستين أنا مش بقول نكسة بالمناسبة لا أستخدم هذا التعبير لما مصر بتقوم في الفترة سنة تسعة وستين بعد سنتين فقط من عدوان الف وتسعمية سبعة وستين والهزيمة ساحقة كان إنتاج مصر من القطن حداشر مليون قنطار متري ليس للنكاية إنتاج مصر الآن واحد ونص مليون قنطار تنة وبعد ذلك نتحدث وإحنا رحنا في في جناية رهيبة جرت على القدرات المصرية وده كان طبعا أعلى إنتاج للقطن في تاريخ مصر كلها فهنا إنت بتكلم دلوقتي برك إن كود ديفوار قالت بتحتفل بتجاوزها أرقام الإنتاج للقطن أهلا وسهلا لكن علينا أن نتذكر أن القطن المصري بلا مثيل في العالم كله حتى في أفريقيا علينا أن نتذكر إنه الجناية التي جرت في مصر نفسها من مصانع الغازل والنسيج وكذا أجبرت على إنها تستخدم التيلة المستوردة وتترك القطن المصري جانبا ونتركب مكينات شغالة على القطن القصير التيلة جنايتنا في حق أنفسنا هي جوهر جنايتنا في حق علاقتنا بإفريقيا هذا ما قصدته حين قلت ليس لذالت أمامنا أشواط لتعميق علاقتنا بإفريقيا وإعطائها مضامين رسخة وليست فقط كلمات تقال في المحافل يعني هي دي النقطة فنحتفل نعم بما أنجزناه في استعارة علاقتنا بإفريقيا هذا مطلوب لأنه ببساطة فيه أشياء صغيرة جداً تبدو صغيرة حين تتراكم يمكن أن تفتح مصاراً جديداً كبيراً متزاج لتساعة مع الوقت لكن أمامنا مضامين أخرى جوهرها بنفس نظرية الرئيس السيسي أن مصر تتحول إلى مصنع كبير في أفريقيا مصنع أفريقيا الكبير كويس خلينا نروح للعام اللي كانت مصر فيه رئيس الاتحاد الأفريقي وأهم المكاسب اللي نقدر نقول اللي تحققت لأفريقيا من هذا العام يعني مثلاً على المستوى الاقتصادي مصر خلال هذا العام أخذت على عاطقها العمل على جذب استثمارات للقرة الإفريقية وغلقها شايف الجزئية دي زي يا سيد عبد الحل هذه الجزئية جاز بالاستثمارات للقرة الإفريقية هو فيه فعلاً استثمارات في القرة الإفريقية حتى قبل هذا النادال بس إينا مط هذه الاستثمارات المستثمر الأساس في أفريقيا الآن هو الصين والصين تتمتع بعديد من الميزات على قطب إفريقيا أو على قطب غيرها وأنها ليست لديها مراس استعماري لم تستعمر أحدا بل هي ذاتها كانت مستعمرة لزمن طويل جدا ومستنزفة ومحاربة بحرب الأفيون وغير وغير ضحية الغرب التاريخية الصين هي رقم واحد الآن لما نيجي نتكلم مثلا عن علاقة مصر الصين هي رقم واحد في تجارة مصر الخارجية أيضا ميزة الصين إضافة لغياب الميراث الاستعماري في علاقتها بأفريقيا إنها أيضا بتتوسع في تقديم القروض والإنشاءات يعني تقريبا في عدد كبير في عشرات الدول الأفريقية ستجد الإنشاءات الصينية في كل مكان إحنا على قاعة الاتساق كمصر مثلا الدول الغربية المستعدة لتقديم قروض وعنات تتحجج دائما بإن إحنا قدمنا لأفريقيا أقصد أفريقيا جنوب الصحراء الكثير جدا مليارات عشرات المليارات وذهبت مع الريح بالفساد وهذا لعوا علاقة طبعا بإنه من ضمن نشاط مصر في عام رئاسة الاتحاد الأفريقيا على خلف مؤتمر لمكافحة الفساد في القاهرة وعقدت عديد من البروتوكولات بين هيئة الرقبة الإدارية وهيئات ممثلة في أفريقيا لمطاردة الفساد لأن هذا هو ده متوحش في أفريقيا متوحش يعني لم يكتفي الأفريقيا أو لم تكتفي النخب الأفريقية بأن سرقها المستعمرون وإنما تعلمت من المستعمرين كيف تصرخ شعوبها ثم تحصل في نهاية الخدمة على حق إقامة آمن في إحدى العواصم الغربية فهنا الأمر في جذب الاستثمارات متعلق أيضا كما أن مصر تعاني أو لازال الرئيس سيسي يحاول تجاوز هذه النقطة في جلب الاستثمارات الأجنبية المباشرة خارج قطاع البترول وقطاع الغاز لأنه تائما طول الوقت في كل الأوقات الحقيقة هذا القطاع نشط في جلب الاستثمارات لأن الشركات الكبرى تحصل منه على فوائد هائلة جدا كل الاتفاقات كانت تكون لصالحة إنما خارج هذا القطاع ما أعنيه بالاستثمار الأجنبي المباشر لذالت مصر عندها مشكلة في ده كما أن أحد العوائق الأساسية في جلب الاستثمارات هي الفساد حتى في مصر فهو العائق الأساسي لجلب الاستثمارات الخارجية في أفريق إلى أفريق فالتطوير هذا الكلام متعلق بأن كل دولة على حدة من الدول الأفريقية بين قوسينيا عن تنظف نفسها شوية عشان يسق بها المستثم اتنين أنه في دول أفريقية عديدة فيها كثير من القلاق فالاستثمارات الأجنبية كمان في حالة تناخد مع غياب الأمن يعني جلب الاستثمارات طبعا لازم يكون في أمن واستقرار أوضاع أمنية طبعا بالتأكيد وفي عدد لا بأس بي من الدول الأفريق يعني أنه مع نداء الخمسينات والستينات كانت فكرة الرفض كان الرفض عارما لفكرة بناء قواعد عسكرية أجنبية على أراضي أفريقيا أصبحت أفريقيا وعدد كبير من دولها عدد لا بأس به مرعا لبناء قواعد عسكرية أجنبية يعني حتى الدول الصغرى كجيبوتي وغيرها يعني تلتقيها عاملة قاعدة فرنسية وقاعدة صينية يعني بتحاملوا مع القواعد باعتبرها منتجات مستوردة بيحتضنوها يعني فيه تدهور عمومي حادث هذا التدهور نهايته أو الحد منه هو الذي يجذب الاستثمارات الأجنبية الأفريقية طيب مع عدم جذب الاستثمارات الأجنبية الأفريقية سيكتفل آخرون بالصيغة التالية صيغة واحد إحنا هنديكوا أرشين كده معونات اتنين سوقكم مفتوح لتجارتنا مش توطين الصناعة ولا إنهاض الاقتصاد يعني إدامة التخلط أو تكريس التخلط والاستفادة فقط بالسوق فإحنا نملك بامتياز مصر وباتجاهها للتصنيع ميزة كبيرة اتنين نملك ميزة أرجو أن نستدركها أن نشرك إخواتنا من الأفريقى العرب في شمال أفريقيا بتكثيف الاهتمام في أفريقيا ربما يكون العائق الآن هو ما يجري في ليبيا لكن كمان لابد أن ننظر إلى الأفق لأنه أزمة ليبيا قريبا جدا بأي مكانة التفاصيل ستنتهي إلى حل وهنروح لها بتفاصيل أكتر إن شاء الله إحنا محتاجين إن إحنا نشرك معنا أشقائنا من الأفريقى العرب في تكثيف الاهتمام بأفريقيا أكيد وهنروح طبعا لتفاصيل كل الملفات الخاصة سواء كان يعني بالدور العربية في أفريقيا أو أيضا باقي الملفات في المحيط المصري يوم الاتنين القادم إن شاء الله أنا أشكرك شكرا جزيلا لكذا أصطح في كبير سيد عبد الحليم أندي شرفتنا أشوفك يوم الاتنين إن شاء الله إن شاء الله ولكن قبل ما نختم خلينا نشوف هذا الفيلم اللي بيتناول الدور المصري في مناصرة قضايا القارة الإفريقية مصر بوابة إفريقيا ومفتاحها عبر العصور ظلت مصر دائما الداعم والمناصر للقضايا العادلة للقارة الإفريقية إن الكثير مما يجري اليوم في إفريقيا إنما هو في حقيقة أمره من بعض مظاهر الاندفاع نحو التحرور الاقتصادي ولكن نرى أساساً قومياً أمثل من هذا الأساس ولا أكثر في العام 2014 ومنذ تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي المسئولية عظمت مصر جهودها تجاه القارة الإفريقية في كل المجالات وفي مجال حماية السلام والأمن بالقارة في التاسع من فبراير عام 2019 يتولى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئاسة الاتحاد الإفريقي ليؤكد عزم مصر على المضي في تحقيق أحلام القارة وطموحاتها أدعوكم أشقائي قادة إفريقيا للعمل معاً على إعادة إحياء وتفعيل سياسة قارتنا الإطارية لأعادة الإعمار والتنمية وانطلقت الكفاءات المصرية في ربوع إفريقيا لتساهم بجهود كبيرة في البناء والعمران والتنمية في مختلف المجالات اشتركوا في القناة خلال رئاستها للاتحاد الإفريقي قادت مصر مبادرات ومنتديات كبرى على طريق نهوذ بالقارة منها إطلاق المرحلة التشغيلية لاتفاقية التجارة الحرة الإفريقية التي توجت مساعي القارة وطموحاتها في التكامل والتنمية مبادرة إسكات البنادق التي حصلت على الاهتمام السياسي العالمي وتأييد مجلس الأمن بالإجماع اعتمد الاتحاد الإفريقي مبادرة إسكات البنادق بحلول عام 2020 التي تهدف إلى القضاء على كافة النزاعات والصراعات في القارة مع حلول عام 2020 من خلال إعداد أطر تنفيذية واضحة تعالج جزور النزاعات وتساهم في إعادة الإعمار والتنمية في فترة ما بعد انتهاء الصراعات المنتدى الاقتصادي لإفريقيا نوفمبر 2019 بالعاصمة الإدارية والذي ركز على دور القطاع الخاص في التنمية وتعزيز فرص الاستثمار وسبل تمكين المرأة لإفريقيا منتدى أصوان للسلام والتنمية المستدامة ديسمبر 2019 وفي المجالات الطبية والعلاجية بدأت مصر في تنفيذ مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسي لعلاج مليون إفريقي من فيروسي وتوفير الجرعات العلاجية اللازمة انطلقت مصر إلى أرجاء العالم ممثلة للقارة الإفريقية فلم تترك محفلا دوليا إلا وشاركت فيه حاملة آمال شعوب القارة في الحياة الكريمة وجذب المزيد من الاستثمارات وحمايتها من خطر الإرهاب إن إفريقيا اليوم محطة أنزار العالم ونجاح منطقة التجارة الحرة القرية هو الاختبار الحقيقي لتحقيق طفرة اقتصادية تلبي تطلعات شعوبنا في العيش الكريم الآمن مؤتمر ميونيخ للأمن القمة الصينية الإفريقية قمة مدموعة العشرين في أوساكا باليابان قمة السبع الكبرى بفرنسا القمة اليابانية الإفريقية تيكاد سبعة أول قمة روسية إفريقية في التاريخ والتي ترأسها الرئيس عبدالفتاح السيسي ونظيره الروسي فلاديمير بوتن قمة الاستثمار الإفريقية البريطانية بالعاصمة البريطانية لندن ولأن شباب إفريقيا في القلب من رؤية مصرية شاملة عملت مصر على تأهيلهم وإبراز مواهبهم وبرعاية مصرية انطلقت فعاليات منتدى شباب العالم في نسخته الثالثة ديسمبر 2019 بمدينة شرم الشيخ في تجربة أكثر ثراء وتنوع إفريقيا 2063 أجندة رسمها وحددها الرؤساء والقادة الأفارقة لخلق إفريقيا جديدة تنعم بالأمن والازدهار تتكامل دولها وتتوحد أهدافها لتصبح إفريقيا قوة نافذة الإرادة فلقد قطعنا بالفعل شوطاً طويلاً على مصار أجندة الاتحاد الإفريقية 2063 وتحقيق أهداف التنمية المستدامة والنهود بالقارة الإفريقية وأصبحنا على الطريق الصحيح نحو حقوة جديدة واعدة تتسم بالتنمية والتقدم بدلاً من الوجود الاقتصادي والنزاعات وبعد عام زاخر بالعطاء والنجاحات تسلم مصر رئاسة الاتحاد الإفريقي لدولة إفريقية شقيقة لتستكمل مسيرة التكامل والتنمية دون أن تترك مصر دورها أو تتخلى عن مسؤولياتها تجاه القارة فمصر دوابة إفريقيا ومفتاحها وإفريقيا دائماً في قلب مصر اشتركوا في القناة